ورايب جدا خدمة جوجل بي وسامسونج بي هيسمحوا للمستخدمين بالدفع عن طريق العملات الرقمية المشفرة زي البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية سامسونج محتمل ان هم هيطلقوا نسخة جديدة اقتصادية من التابلت الخاص بهم وغالبا هتكون باسم جالاكسي تاب 7 لايت وهيكون بشاشة 12.4 وبيدعم تكنولوجيا 5G ومحتمل يجي بمعالج سناب دراجون 750G والرام ممكن تكون 4 جيجا شركة ZTE اعلنوا عن الجيل التاني من الكاميرات المخفية تحت الشاشة الامامية وشركة ZTE ما كانوش اول شركة تعمل التكنولوجيا دي لكنهم كانوا اول شركة ينزلوا تلفون بكاميرا مخفية تحت الشاشة ويبقى متاح للبيع لكل المستهلكين وده كان في جهاز الاكسون 25G وعملوها بشكل كويس لكن ما كانش مثالي في حالات كتير كان بيبان عيوب انك تقدر تشوف مكان الكاميرا في الشاشة لكن الشركة صراحت في مؤتمر الجوالات العالمي اللي اقيم مؤخرا في شانجهاي ان الجيل الجديد من التكنولوجيا دي هيبقى فيه تطور كبير وهيحل اغلب المشاكل القديمة وانهم ضعفوا عدد كسافة البيكسلات من 200 بي بي اي الى 400 بي بي اي الخبر اللي بعد كده من قبل والماكبوك برو الجديد احتمال يجي بمدخل HDMI ومدخل لكارت الزاكرة نروح لسامسونج اللي هيدي 100 يوم للمستخدمين انهم يجربوا فيها هاتف جالاكسي Z Fold 2 وكمان جهاز Z Flip 5G وممكن يرجعهم خلال المدة دي لو ما عجبهمش الجهاز وياخدوا الفلوس تاني وده عرض ترويج الفترة محدودة لغاية يوم 1 ابريل وهي جزء من سياسة سامسونج الجديدة بايان تراي واللي عملنا عشان يشجعوا الناس على شراء جهزة الفولد لان اللي اقبال عليها ضعيف وخصوصا ان سعرها مرتفع جدا وسامسونج كان عندهم برنامج الارجاع العادي بيبقى في خلال 15 يوم ومش عارف زي كان السياسة دي في كل الدول ولا في دول محدودة خبر كمان من سامسونج ان هم اتفقوا على توريد شاشات الأوليد اللي هي الفولد لشركات زي جوجل وأوبو وشاومي وده يخلينا نتوقع أجهزة هواتف زكية قابلة للطاي قريب من الشركات دي دي صورة محتملة للفلاكشب الجديد من شركة ريلمي اللي هو ريلمي GT 5G وهيكون بمعالج سناب دراجون 888 وهيتم طرحه في شهر مارس وغالبا الرام هتبقى 12 والذاكرة الداخلية 256 وأندرويد 11 نروح لأوبو اللي أكده معادل إعلان عن السلسلة الجديدة أوبو فايند اكس تري يوم 11 مارس وهتشتمل على فايند اكس تري برو وتري نيو وتري لايت ننقل على وان بلاس واللي بدأوا في طرح النسخة الجديدة من نظام التشغيل اكسجين 11 المبني على اندرويد 11 وده لأجهزة الوان بلاس نورد والشركة كانت نزلت من شهرين أول نسخة تجربية للنظام ده وبعد كده نزلوا تحديثين جداد فيهم تحديثات أمنية بالإضافة إلى تحديثات بعض الخصائص والنسخة الأخيرة هي النسخة النهائية وتحتوي على تحديث جديد للسيستم بشكل عام والخاصية الامبيان ديسبلي والدارك مود وكمان معرض الصور وغيرهم من التحديثات الجديدة وكمان هيبقى فيه تحديث جديد لنظام التشغيل الخاص بالوان بلاس 8 نروح لأسوس واللي هينزله تليفون الار او جي فون 5 برام توصل ل18 جيجا زي ما ظهر على موقع جيج بنش تطبيقات الأندرويد احتمال كبير ينزل لها دعم كامل عشان تشتغل على ويندوز 10 وغالبا نظام التشغيل ويندوز هيدعم ويسمح بتنصيب تطبيقات الابكي وده احتمال يحصل في أواخر السنة دي شاومي احتمال كبير يطلقوا هاتف شاومي ريدمي كي فورتي للسوق العالمي تحت اسم بوكوفون F3 وشاومي كانوا أعلنوا مؤخرا على إصدار الأجهزة الجديدة من سلسلة الكي وهي الريدمي كي فورتي وفورتي برو وفورتي برو بلاس الكي فورتي هيجي بمعالج سناب دراجون 870 ورام من 6 إلى 12 حسب بعدد النسخ الموجودة ومقاس الشاشة هيبقى 6.67 بوصة وبطارية 4520 وهيبقى 3 كاميرات خلفية الرئيسية بتاعتهم هتبقى 48 ميجا بيكسل أما نسخة البرو هتيجي بسناب دراجون 888 ورام من 6 إلى 8 نفس مقاس الشاشة ونفس البطارية وتلت كاميرات خلفية الرئيسية هتبقى أعلى شوية 64 ميجا أما نسخة البرو بلاس هتبقى تقريبا نفس البرو لكن الرام هيوصل إلى 12 والكاميرا الأمامية طبعا هتبقى أعلى حاجة اللي هي 108 آخر خبر معنا النهاردة من جوجل اللي انتهوا من تطوير خاصية الدارك ثيم على خرائط جوجل وقريب هتبقى الخاصية متاحة لكل مستخدمين الأندرويد بس ده كان فيديو النهاردة لايك لو عجبك الفيديو وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة شكرا على المشاهدة واشوفكم في فيديو جديد سلام شكرا على المشاهدة